طبعاً أعاوز أنا محمد صلاح لما انتقى ليفر بول كان عنده 25 سنة عمر مرموش دواتي 25 سنة هل عمر مرموش يقدر يحمل الراية من بعد محمد صلاح أنا أقول لك ممكن بنسبة 60-70% إن شاء الله لو راح الدورة انجليزي السنة الجاية بالمعدل ده وبالتركيز ده وبالكواليتي دي عمر مرموش يمكن تكون في حتة تانية معي شوية أرقام مش كتيرة بس توريك عمر مرموش ده كريم في أرقام تخد تعني تسعرض أول أول صورة معنا خلص هي علاقة بالهدفين بتوع البوندزليجا طبعاً زي ما احنا عارفين إنه هو هل أنت تتخيل إن عمر مرموش هو هدف البوندزليجا يلي على طول يكون هاري كين وزي ما يكون حد عامل عمل لهاري كين المصريين لما محمد صلاح راح ليفر بول وراجل إنه هو تقول لها باش احنا وراك وراك هتروح فين جيالك مش هنسيبك فحالك فعمر مرموش اللعيبة الفرقة جداً بصراحة وتمنى إنه هو هاتوا الأرقام يا شباب الأول أرقام معنا نستعرض إن فيه أرقام مهمة جداً وأنا جاب الأرقام دي مش من حتة غير من موقع البوندزليجا الأصلي اللي موجود معنا طبعاً ده هنا هدافي الدوري الألماني مين يصدق عمر مرموش صورة أول صورة بعديه هاري كين بعديه فيرتز اللي كان متقلق مع ألماني تعال بقى نتفرج على الأسستات هاري كين أول واحد لا 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 أحزة لا أحزة أول واحد هاري كين بعده جرانت شاكا بار ليبر كوزين أمر مرموش المركز الثاني في الأستات تعال بقى نشوف الرقم اللي بعدو وشاء الرقم ده عجبني هتلاقي عمر مرموش خمسة مدتك. لا لا واللي تحت كريم كريم ادمي سريع جدا وفريم بونج سريع جدا بردو. ففيه لعيبة كتيرة جدا بس عاوز اقول لك. الفان ما بين عمر مرموش وما بين الراجل اول واحد هو يا دوبك يعني كيلو في الساعة. تب تتكلمة كريم خمسة وتلاتين كيلو متر في الساعة. الاقصى سبرينت ممكن اكسبوسف راند اقوى سرعة ممكن يعملها رقم خيالي. يعني عمر مرموش لو جري لمدة ساعة بنفس السرعة ده هيقطع خمسة وتلاتين ديئة. شوف برضو رقم اللي بعد هو رقم بعد عجبني جدا جدا. السبرينت. اكتر لعيبة عملت سبرينتات في الدوري الالماني حتى الان عمر مرموش هو في المركز التاني بمية ستة واربعين سبرينت. في كم مط شو بقى جيمي؟ في ستة مط شوط مش كده؟ خمس. 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 على اللعيبة في العالم. وده لازم تستغلوا منتخب مصر في الكاونترز وفي الهجمات. خلنا عندك سلاح وامر مرموش. ومصطفى محمد التلاتة المرعبين. انا بكيبك على السرعة كمان. انا بشوف ان هو اقوى خط هجوم في افريقيا. التلاتة اللي قدام هو خط هجوم منتخب مصر. بالنسبة اللي بيحصل الوقت. فانت بتتكلم يا كريم على مية ستة واربعين سبرينت عملوا في خمس مط شوط ده رقم كبير جدا. شوف الصورة اللي بعدها برضو عشان نتكلم برضو. انت اكدنا على كلام جيمي. ده الخريطة الحرية بتاعته في خمس مط شوط. في كل حتة في الملعب. هو لا فيروت قاعد في التمنتاشر. ولا هو قاعد بقى هو في كل حتة في الملعب. هنا بقى عشان كده ترجم الاسبرينتات والسرعات بتاعته من الحتة دي. هو العيد بيحب بييجي بوشه. السرعات بتاعته في التحولات. فده عمر مرموش. فانا شايف ان هو. اه دي اخر حاجة بقى معانا. ده تطور اخر حاجة بتاعت بلاي ستيشن. نفس الكلام برضو انا جايبها من سوفا سكور. هو الفرق ما بين عمر مرموش السنة اللي فاتت. والفرق ما بين عمر مرموش السنة دي. زي ما انت شاف المربع الصغير او الشكل الصغير ده. ده السنة اللي فاتت. اللي اخدر ده الشكل بتاع السنة دي. هتلاقي ان الرجل في الاتاكينج بقى واحد ثمانين بدل سبعين. في الكرياتيفتي هيبقى ستا ستين بدل ستين وخمسين. حتى في الدفاع بقى واحد وعشرين بدل ستاعتاشر. في التاكتيكال بقى سبعة وربعين مكان اتنين وثلاثين. في التكنيكا جالتي هيكون ستين بدل اتنين وخمسين. فده هو ده المهم في الصورة دي. هامش التطور بتاع اللي. صح. صح. فتحيال عمر مرموش. حشان هم بيخدش حقه. الله يتحاليك الله. فلازم يديله حقه صح. بني بان عمر مبوش تحاليك الله. فلازم يديله حقه.